رمضان يا شهر الخيرات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أيها الأخوة الصائمون والأخوات الصائمات لنا معكم وقفة أخرى من هذه الوقفات الرمضانية المباركة هذه الوقفة نتحدث معكم فيها حول ظاهرة مفزعة هذه الظاهرة تبزغ وتظهر وبكثرة وبشدة خصوصا في يوم السابع والعشرين من هذا الشهر المبارك من شهر التوبة والمغفرة من شهر العتق من النار يخف أو تخف كثير من النساء إلى المقابر لكل منهن وجهة الله أعلم بها نعم في بداية الإسلام لما كان الناس ساعة إذن كانت قلوبهم أو بعضهم كانت قلوبهم لا زالت متعلقة بالأحجار والأسلام منع النبي صلى الله عليه وسلم الناس عن زيارة المقابر أصلا لكن لما صفت القلوب وتحررت من قيود الأحجار والقبور والأصنام واستقلت على ساق الخير ووحدت ربا حق التوحيد سمح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة زيارة القبور أمر جائز أمر جائز لكن للنساء خصوصية في هذا الأمر يقول نبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور لعن الله زوارات القبور اللعنة كما تعلمون وكما تعلمنا ليجدها الأخوات الممنات الصائمات اللعنة هي الترض من رحمة الله فكل امرأة احترفت زيارة القبور والمقابر ديما غدا المقبرة يخشى عليها النبي يقول لعن الله زوارات القبور ما نبغيش لك أختي المسلمة بنتي المسلمة أن تخليف هذا الأمر الخطير هذا الإطار في اللعنة لا احذري لاعن الله عز وجل زوارة القبور يعني بالكترة اختلف العلماء اختلف العلماء في هذا الأمر هل إذا زارت المقبرة مرة واحدة كتنزل عليها اللعنة أو لا تنزل اختلفوا فيها فمنهم من أجاز مرة المرة ومنهم من حرم بالمر أما إذا كانت زيارة لشعودة أو سحر أو كهانة أو ما إلى ذلك فالخطب عظيم هناك تختارت أمور كتبت لنا نحن في اللعنة لدي الزيارة وفي ارتكام أحد الكبائع السحر من الموبقة السابع من الكبائع فلهذا ظاهرة خطيرة جدا كانوا السوء أخواتنا الصائمات وبنياتنا الصائمات وإخواننا الصائمون وأبناؤنا الصائمون ما عندك من دير في المقبرة هذا المعراض وأنت أيها الأب أيها الراعي للبيت يعني حرص على أن مرتك وخطبت لشيء المقبرة نبها ووليدك لشيء المقبرة نبها ووليدك لأم أنت أيها الصائمة المؤمنة في الغادة ونعود للحديث ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا عن الله زوارة الكور وحتى إن كان ولابد وأراد الإنسان أن يزور المقبرة للمقبرة آداب للمقبرة آداب وأخلاق لما توصل المقبرة سوف تدير الدعاء سلام عليكم أهلي الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية الأدب ثم إذا دخلت المقبرة لا أجلس على القبور ولا أطأ القبور والمقبرة مكانت الخشوع هذا سبقك السابقون وأنت ما ما طال بك العمر من اللاحقين هذا المكان ليه لك اللي بدأت جيليه ثم ما الفائدة من الزيارة قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها الغاية والحكمة ما فإنها تذكر الآخرة فإذا زرت المقابر فاعلم أنك يوما لا شك محمولا على الأكتاف كله من أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حذباء محموله لا بدأ منظروا هذا المقام لا بدأ فاعلم أنك لا بدأ زائر ذلك المكان فاخشع وإذا عدت إلى بيتك استعيد لهذا اليوم عاودنا على بدأ أقول أخواتي الصائمات بناتي الصائمات وهذا الأمر فد لك الذهاب للمقابر الـ 27 هو أغلب اللي يمشون هم النساء يتقين الله الأغلب في النساء كلهم يمشون أغلب واستغفروا الله العظيم يعني أمور مشبوعة فحضاره هذا اليوم واجعليه لتلوة القرآن وللذكر وللعمل الصالح وفقنا الله جميعا لكل خير اللهم هدينا وهدي بيناه جعنا هدى المهتدين وصل الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه المجمعين سبحان ربك رب العزيزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلت لك 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 و